اشتركوا في القناة 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 حتى فيه اللي كان حامل الصليب هو كان باي يعني مشاركة عم بتكون وهذا الهدف نحنا كوني أنا تيرابوتر بركز على ترشيد العائلة نحنا من وجه العائلة كلهم يمشوا سوا يمشوا سوا على المسيئة يمشوا سوا على الأدس يمشوا سوا لأنه هيدا التليفون مشكلة صار عم ببعد المسافات نكون قاعدين حد بعضنا لقلوب بعيدة فنحنا نشاطاتنا كلها بتجمع حلو كتير يلي قلتي ونحنا بدنا نخصص حلقة أن الله راد عن الترابي من ميوزيك أو حتى أرتس كل أنواع الأرتس خلينا ننتقل للنشاط التانية اللي قمتوا فيه وهو اطلق حملية تنظيف الشواطئ مع جمعية هيد أنا الشرف كمان كدكتور كولاد كون منبر بجمعية هيد هيد جمعية إنسان للبيئة والتنمية رئيستها المهندسة ماري تاريس سيف لأن نحنا ما خلصت الحملة نحنا كان لنا الشرف كل السنة سنويا منطلق الحملة وكل السنة بيكون إلى إطارة جديد ومساجة جديد يعني السنة كان المساج كتير حلو بيقول وطني الغالي قلبه حزين ما منقبل شعبه ينهان إذا مش قلنا يعني لمن لبنان ونحنا مستقبل لبنان نحنا يعني بربي هيد الشي بقلبه ولد شو حلو حتى بريبورتاجات في الطالبة يعني سألنا أحد المسؤولين شو رأيك بنهار قالنا لا شو ما اليوم عم بتلموا بكرة بيكبوا بينما سألنا الطلاب قال لي قلت لي واحدة إذا يلي بيلم مرة ما بيكبوا ولا مرة نحنا عم نرب الأجيال هيك أجيال اللي راحت بتقول لا شو شو عم بتعملوا فمشكوين جمعية هاد كان أطلاق كتير حلو نحنا منبلش على البر نحنا وياهم ونرجع منطلق من رفقهم بالموسيقى على امتداد الشط بيبتو مع كل اللي جان والفعاليات بيكونوا معنا منعزف بالبتوتة نخلقنا ونجاو هنو عم بيينطفوا الشواطئ ورجعنا لما رجعنا على الشط كان قلنا دور إننا ننظيف السنسول طبعا جبال سنسول المشد هل الأعمال مع هالجمعية وتنظيف الشواطئ هو محدود لأماكن خاصة أو عم بتروحه وتبعده وعم بتجربه تتمدده أكتر على شواطئ لبنان هو 20 نشاط بيكون بيوم البيئة العالمي وتزامنا مع أكتر من 21 دولة على الموينوريون وكان عنا النهار بجبال الافتتاح تقريبا من الفدار للحلوة كان معنا التاني أسبوع كنا بيصيدة أكتر من 600 شخص كانوا بيصيدة كمان يعملوا امتداد شط الجنوب بالرغم من الوضع ومن الأصف كانوا موجودين بعد عنا نهار بالشمال أن عمل النهار يمكن الخميس كان أنا مقدرت كنت معهم كان الخميس بتصور الحلوة والمنطقة البترون الشيكة بتصور وهلأ بعد عنا للشمال لازم بهذا الأسبوع نطار نطاي خلص الأعياد ألا يقو بيكون فعلا الموضوع البيئة يعني هو من المواضيع الرئيسية المهمة جدا جدا أنه نكون عم نشتغل عليها وأيضا نكون عم نوعي عليها لأن التوعية هي الأساس خلينا نروح شوي كمان هلأ ونخبر مشاهدينا عن الحفلات الإربانية اللي عملتوا كنا نحنا هلأ بفترة في كتير أول إربانة وأكيد كوليت أكاديمي كان في عندها البصمة بهالإحتفالات حبيت البصمة نحنا ما منعمل ما منروح منعمل زفة نحنا منعمل إحتفالات إربانية ما منكتر لأنه اللي بده يقصدنا بده يكون عارف أنه أنا عم أحضر لك أمسية إربانية يعني نحنا شوفي شو مهضمين الطلاب أول شي مناخد أطفال لأنه هو طفل هيدا الطفل عم نزرع له أول شي أنه أنت فيك تتوجع على الموسيقى على العزف على الرسم منحضر أمسيات كتير حلوة العيلي كلها بتشارك إن كان بالعزف بالغنى هو صاحب الإرباني مفروض هو يرحب بصوته هو يغني يرتل حلو في مشاركة بكون لألو بحس حالو ستار أو الإربان هل الإرباني لألو بلنا لزفة أبدا صح نحنا منكون عم نحيط هيدا الأنج يلي اليوم لبس طوب جديد اليوم استقبل يسوع هو لبس الطوب بالمعمودية بس اليوم عم بيجدد قول إنني لما كنت وراضي عن في العمادة سؤلته سؤال هل تحبوا الإله يسوع؟ واحد يلي هو العراب نابع عني وقال أما الآن أنا العم قل لك يسوع نعم فنحنا منقلف لهم أغاني لقلهم هي بتبقى سوفينير أنا هيدا الترتيلة بإسمي عم قل له عم بوعه دي السوع هو برحب وأوقات بيجد ينزل هلأ عنا نشاط كمان أرباني رح يرسموا لعيلي كلهم ورح يكونوا سوفينير معهم مثلهم مثل الأعراص أعراصنا كمان بتكون الأهل بدون يقدموا كلمة يقدموا هادية مشاركة وتبارك على المزبح ويخدوا العرسين من الأم والبي والأم والبي وجوا بيكون صلاة بأمتياز صلاة وفرح وكمان عم بيتسلوا بنص طريقة وعم بيشاركوا وعم بيحسوا حالهم عن جات بارت أو بيت مش بس قاعدين عم بيتفرجوا خلينا نروح إلى الإيفنت طبع قلعة الجبال نحنا إمتداد تعرفوا أنه صارنا عاملين أكتر من إيفنت سوتيتر تاريخ البشر في الحجر يلي أطلقني أول سنة على مسرح الروماني بجبال والسنة الماضية كانت المسرحية بالمتنقلة بقلعة جبال والسنة رح تكون بترابلوس أما بجبال كوني دكتور قلات وأنا حاملة هيدا الشعار فرح قلب واحد بنهار هم نستقبل الطلاب من المدارس يقضوا نهار بجبال نخبرهم أنه هيدا الحجر هو تاريخ للبشر فبيزوروا كان معنا مدرسة الفالبرجاك ومدرس كتيري وزوار كتيري عم كون أنا بستضيفهم بجبال بصفتي الخاصة يعني عم بيبرموا بالألعاب عم بيشوفوا الألعاب بمنظار تاريخي مسؤول فقافي منفوت على كاتدرال سان جان مارك منفتتح النهار مننزل عمينا جبال يعني تعرفوا جبال ملانة بالمعالم أكيد أنطوش جبال كل هيدا المنطاريح وبيختبروا كرم الضيافة بالمطاعم الجبيلية مشكورين كل مطعم عم بيكرمنا أكتر من الثاني وعم بفلوا حاملين معهم زوادة سقفية روحية فرح مليانين فرح وأكيد لما بتستقبلهم بهيدا الإطار السقفة يحيظلهم يجوا على الجبال ورحينقلوا هالسقفة لمناطقهم لأن هني كمان عندهم تراز لازم يحيو يعني نيا الجبال فيك حبيبة وبدنا نحكي بعد عن الاحتفال بإطلاق ترابلوس عاصمة للثقافة العربية كمان كان قلنا الشرف أنه بدعمة من ست ميريش حادة بالمنطدى طبعهم أنه نكون عم نشارك بافتتاح فعاليات ترابلوس مدينة ثقافية عاصمة الثقافة فكمان رحنا نحن بالطلاب وكان ملفت كتير الاستقبال أهل ترابلوس لألنا كانت الطلاب أحيانا أمسية كتير حلوة من عزف من الشعر من الرسالة ديما الرسالة هي اللي بنتظروا من كولت أكاديمي ورح نكفي لأن عنا عدة نشاطات بترابلوس خبريني عنه نخبركم هلا يلا أول نشاط رح يكون هيدا لضيفة كمان ابتكار جديد نحنا صرنا بس نضيف حبيت تطلع على الصورة منحط عليها البندو في انت بتاخد غيزة روحي مع غيزة فكل الشخص بيكون حيالة ديفة عنا حتى صارت الديفة اليومية بيكون لت أكاديمي بيجي الشخص بيتضيف بيطلع له بندو فيه يعني هو رسالة من الإنجيل بيسالة من الإنجيل ودايما يسوع بيحكينا به هوا الرسائل أكيد دايما بيجاو تحسي جواب اله فقلعة ترابلوس رح يكون رح نحول الحجر ونقول تاريخ البشر في هذا الحجر رح نخبر تاريخ قلعة ترابلوس بطريقة ممسلحة مع عدد كبير من الشعار من الفنانين من العاسفين أكيد دايما سبونسور تابعنا بيكون كولات أكاديمي رح يكون معنا شعار من كل لبناني يخبروا تاريخ قلعة ترابلوس مثل ما أجوا شعار من الشمال خبروا تاريخ قلعة جبال وهن اللي رحبوا بالناس رح يكون هيكي رح يكون في سيمبوزيوم رسم رح يكون في مشاركة من الكشف رح يكون في حضور رسم كتير حلو وأكيد برعاية وزارة السقافة حلو وحددتوا التاريخ مبدئيا بأول هو ثلاثة إيب بس بعد منمطر تنشوف مواعيد معايل الوزير لأنه بحب يكون شخصيا بنشاطاتنا تنشوف إذا السنة رح يقدر لأنه بسم الله ترابلوس نشيطة جدا وإن شاء الله كمانا الأحوال والبلد يكون دايما عم يعطينا هالمجال أنه نقدر نقوم بكل هالشياء الحلوة بعد فيشي نشاطات أو مشاريع هيك عم بتحضروا لها الصيفية بحب تتخبرين عنا أكيد هلأ هول اللي بدنا نعملون اللي عملنا هن نحنا اليوم مونيسة بنعزمكن على بورت أوفيرت بكولت أكاديمي نحنا بتعرفوا دايما عنا بكولت أكاديمي البورت المجاني والبورت أوفيرت ما بحب قول مجاني اللي هن البورت أوفيرت كل الناس كبار وصغار ما في حدا كبير على الفن وعلى الموسيقى نستقبلكن سسامدي 22 جو كروه وسامدي بروشان هيدا نهار السبب هلأ القاد في عاملين نحنا أفش تابعونا على السوشيل الميديا رح يكونوا دو سامدي من الساعة تسعة للساعة أربع في تجل عيلي كلا ييت يختبروا يعدوا على البيانون يحملوا جيتار يجربوا فيولون يجربوا درام يجربوا يجربوا رسم يجربوا يعدوا كل الشي اللي بحبوا والولاد نعم يختبروا كل الشي ويقدوا نهار حتى فيوني قدوا نهار على التراس الثقافي يلي رح يتم افتتاحهم اللارد بأول أسبوع من جوة من جوية يعني من تموز رح يكون اطلاء لل للتراس الثقافي ودايما تراس الثقافي كمان نعمل عليه أسبوعيا أمسيات شعرية ثقافية طرابية وأكيد رح يكون اطلاء مهرجين طرابلوس اللي رح يكون عن التراس الثقافي بكل الطفص يعني إن شاء الله تضلكون بهالهمة وإن شاء الله تضلكون هيك عم تزرعوها الفرحة بقلوب الولاد وبقلوب أهليون في شي تاني بعد بتحبت زيديه بعد بنزيد أنه في عنا كمان نشاط تكريم لعائلة عائلة المعادية بمعاد تكريم للكبير وديع الصف ورح يكون إلنا مشاركة كمان بأغنية من أغنيات الخاصة للاستاذ وديع كمان تابعونا على السوشيال ميديا وكونوا كتار تكريم وديع الصف رح يكون بمعاد بكرة هن بيطلقوا الحملة بأوي خرق رح يكون إلنا مشاركة فعالة يعني والخير لقدام وبعالم الفن معيك دكتور كولت الخوري أوبرا العرب يلي دايما نشاطاتك عديدة مريحة وعم تزرع الفن بقلوب كتار شكرا لأليك وشكرا لوجودك معنا اليوم شكرا للكون شكرا على الاستضافة وشكرا أنه دايما في مخطة عم تنقل سقافة مش عم تنقل هم نحنا مننقل فرح وشعارنا فرح البواحد بنهار إن شاء الله نكون مشاهدينا دلنا فرحنكم بأخبارنا شاركونا إن شاء الله مشاهدينا نحنا لهون نوصل لختم حلقتنا لليوم وصبحيتنا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها فيكن ترجعوا تحضروها على صفحتنا على فيسبوك مريم تي في ليبانون وأيضا فيكن ترجعوا تشاهدوا كل فقراتنا على يوتيوب مريم تي في ليبانون وأنا كمان بتمنى لكم كفية النهار يكون كتير سعيد وما تنسوا دايما تتركوا البسمة على وجوهكن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر